بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي ويسام الصراحة في هذا الفيديو أحبت أشكرك على دورتي التحليل الموجي لأنها نفعتني صراحة كثيرا وانصح جميع الأخوات الاستثمار في هذه الدورة نعم الاستثمار فيها ولن تندموا دورة جد جد قيمة وتفتح لك الكثير من الأبواب في مجال التداول والسلام عليكم أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد اليوم درس عن عملة رقمية متوقع صعود لها بنسبة أكثر من 500% بعد اكتمال البنية أكيد وإن شاء الله سنقوم بتحليلها اليوم لكي نركز على بنيتها ونحللها باستعمال منطق في التداول لكن قبل البدء في تحليلات العملة الرقمية أولا أدعوكم من اشترك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها تضغطون عليه من صندوق يلوص لهذا الفيديو مباشرة بعد الضغط لهذا رابط تصبح عضو في القناة المجانية التي نشارك معك في أرباح مشاركين في دوراتنا تدريبية ولا بس أن نشارك معكم بعض الأرباح القوية لاحظوا الأخ حسن 90 ألف دولار من يوم 27 فبراير إلى الآن يحقق سيدنا أفضل ويقول مع وسام الحمد لله الحمد لله الأرباح مبروك أخي حسن هنا هذا الأخ أحمد يحقق 230 دولار من صفقة واحدة في سولانا 215% الأخ سالم من الإثريوم يحقق 215% 489% الأخ محمد من البيتكوين هنا الأخ حسن يحقق 3153 دولار ما يوزي 760% في من الإثريوم كذلك هنا كذلك الأخ أحمد يحقق 200 دولار من عملة أوردي والأخ أمران 148% من عملة جيم تي هنا كذلك الأخ عدنان يحقق 119 دولار من الأويل إذا لاحظوا كذلك هنا شيبة أمران يحقق 110% ربح لاحظوا هذه الأرباح نشاركها معكم يوميا ولسنوات وهذه الأرباح بفضل هذا العرض خصوصا بفضل قناة التحليلات اليومية ولكن لا يمكنك الاشتراك في قناة التحليلات اليومية إلا إذا كنت مشتركا في العرض لأنه العرض به جزئين جزء نظري وجزء تطبيقي الجزء نظري هو الفيديوهات 34 فيديو 25 ساعة من الأسرار تعطيك 30% فقط مما تحتاج لك تحترف المنطق في تداول وال70% الأخرى الباقية تحصل عليها من قناة التحليلات اليومية لأننا نحلل فيها يوميا من الاثنين إلى الجمعة كل الأسواق فوريكس كريبتو أسهم أولية ومع يعني هذه القناة كذلك تمثل 70% لأن بها أسرار غير موجودة في الفيديوهات وبها المفاتيح التي تجعلك تفهم الفيديوهات وهذا القناة هي السبب في كل هذه الأرباح التي ترون يوميا الأرباح القوية التي ترونها يوميا كذلك تحصل على يعني 3 أشهر الاشتراك في مجموعة النقاشات تابع على قناة التحليلات اليومية بأخيرات المتداولي لدي تجاوبونك الأسئلات تتابعونا معك وشاركونا معك تحليلاتهم صفقاتهم وكذا تجد نفسك منضم إلى عائلة تتعلم تطبق وتحقق الأرباح يكون تجادا في التعلم رابط الاشتراك في هذا العرض مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق الوص لهذا الفيديو والرابط تضغط لعي وتتواصل معي مباشر على الخاص أنا الذي أجاوبك وتبدأ لحلتك نعمل الخمسة بما الرابحين وتبدأ لخمسة أو تسعين من الخاسرين لا تنسوا كذلك ذهب للموقع beprowavetrader.com beprowavetrader.com في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراتها وكتب يمكنكم تحملها مثل دليل الأساسي للشمع الليباني المتدين فقط تضغط لعبدال المجدنة يملك الخاص وتصلك الكتب يملك الخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وذا مغزى تعليمي وتسقي في 100% لا نعطيه لنصائح مالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغط على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول المسؤولة تنتم عن قراراتك قناة لأننا أفكد بلك تحملية مسؤولية كل ما نطلب منك وأن تراقب تقارن تشاهد وإذا جابتك الطريقة يمكنك الإنضمام إلى عروضنا وإلى دورتنا عملت اليوم هي عملت كاردانو أو عملت آداء وإذا حللنا هذه العملة سنجد أنه كانت لدينا موجودة فيها ثم بعد ذلك حصلنا على تصحيح وتحضير للبيك بوي موجود هنا ثم ساعد السعر بقوة وعطانا تحضير آخر هنا مع تلاعب في هذه المنطقة ثم مطار لمرة أخرى إذن بيك بوي قوي بيك بوي شرائي قوي إذن أي نزول بالنسبة لي لن يكون إلا تخفيضا ربما لصعود آخر قد يسعد لكسر القمة كما أنه قد يسعد بطريقة تصحيحية ثم يعود إذا أرد أن يعطينا تصحيحا كبيرا وهنا إذن في جميع الأحوال أتوقع أنه إذا أتيحت فرصة أنه سيكون هناك ربما صعود لعادة اختبار يعطي المنطقة ربما مستوى الثلاثة دولار يعني قد يسعد بأكثر من خمسمائة بالمئة لكن نحتاج وأن نحلل هذا التخفيض هذا التصحيح لنرى هل بنية مكتملة أو لا وهل هناك فرصة أو لا تعرفون نحن لا نعطينا نصع إحمالية ولا سيثمانية فيجب أن تكون ضابط أمورك إذن إذا ركزنا جيدا على هذه البنية النزولية هذه النزول سنجد أنه نحن الآن في منطقة حرب وفي منطقة التلعبات وفي منطقة خطيرة إذا لن تكون ضابط أمورك قد يتلعبون بك وهذا هو نطاقنا وهذا النطاق تم كسره الآن كما تلاحظون إذن نواحدوا معي إذن الآن هذه الموجة بدأت من هذه المنطقة وهنا ثم هذا التصحيح ثم هذا الموجة ثم ربما هذا التصحيح موجة دفعات تصحيح موجة دفعات تصحيح موجة دفعات زيادة في الزخم إذن هنا بدأنا نكسر هذا الحرب بين المشترين والبيعين كانت هناك تلعبات في هذه المنطقة أولا يعني إذا كنا نريد أن نكون أكثر دقة أولا كان النطاق الأول أو الحرب الأولى القوية التي كانت وهي الفرصة الأولى بالنسبة لي أنا كانت هنا هذه أول منطقة يتوقف فيها السعر قبل بداية التلعبات وبعد ذلك أفضل منطقة كانت لاحظوا بعد هذا الشمع هذا التصحيح هو للصور إذن كان مفترض أنه يكون هناك استغلال لهذه الفرصة من هذه المنطقة والآن بريك إيفن طيب الآن إذا أردت استغلال الفرصة الأخرى أحتاج إلى زيادة في الزخم ثم تصحيح إذن أحتاج إلى زيادة في الزخم ثم تصحيح إلا إلا في حالة واحدة إذا كان هذا النزول مع هذا تقفي وسيكون هناك صعود لا أتوقع ذلك إذن بالنسبة لي أنا إذا أردت البحثة مرة أخرى عني عني الصعود أحتاج إلى تصحيح واضح إذن أحتاج إلى صعود ثم تصحيح واضح هنا يبقى في الثلث الأخير وحينها سأبحث عن الصعود ولاحظوا لاحظوا أتي البنية الآن كيف أصبحت لاحظوا أتي البنية كيف أصبحت لاحظوا هذا الدوران الموجود في عمناة الكردان إذن ما يقول أن هناك احتمال أن يسعد السعر لأي المنطقة نحن نقول نريد صعودا ثم تصحيح يعني يعني الناس تقول لهم نتوقع ربما الصعود ويبدون البحث يعني نصائح نحن نعلمك كيف تقرأ الشرط فبالتالي أنا بالنسبة لي إذا أردت البحث عن الصعود أحتاج إلى صعود يبتعد عن هذه القمة إذن الفرصة الأولى كانت هنا هذه أول فرصة ومع ذلك بعد كسر القمة بريكيف الفرصة الثانية بالنسبة لي إذا أردت البحث عن الصعود أحتاج إلى صعود نبتعد عن هذه القمة أولا ثم بعد ذلك تصحيح يبقى في توت الأخير لسي بالضرع لكي يبحث عن الصعود إذن أريد تصحيح لكي يبحث عن الصعود هذا النزول قد يكون فقط تلاعب ويسعد إذن خليه يسعد وبعد ذلك أعطني تصحيح للصعود وحينها إذا أعطني هذا فرصة سأبدأ أراقب هذه الموجة إذا سعدت بقوة يعني نفتر أنه سعد وصحح واستغلت فرصة وسعد إذا بدأ يسعد بطريقة متدبديبة هذه الصفقة ستكون متعبة لأنه في أية الأحضاء قد يعود السعر إذا سعد بقوة هذا ما نريد يعني إذا سعد وصحح وطار هذا ما نريد نريد أن يسعد ليكسر القمة لأنه بالنسبة لي هذا ما هو إلا تخفيض للصعود لعادة اختبار هذا المستوى مستوى الثلاثة دولار قد يصل حتى إلى الأربعة دولار يعني مستوى المائة وسبعة وشين في بناتشيكسنش لكل الموجة السعيد إذن الآن كما قلنا بدأنا نكسر ذلك النطق بدأنا بدأ يعني بدأ يظهر أنه ربما المشترين ربما بدأ يتغلبون عن السوق لم يكن هناك كسر قوي فنحتاج إلى كسر قوي أو تصحيح إذن إما تصحيح في هذه المنطقة أو يسعد قليلاً ثم يسحيح للصعود هنا أو يعود مرة أخرى ثم يكسر بطريقة قوية نريد أن يكون هناك كسر قوي مثل هذه الحركة بفوليوم قوي بقوة كبيرة بقوة كبيرة إذا عملنا سنجد أنه ذلك النزول كان فقط تلاعب كان فقط تلاعب تلاحظون كان فقط تلاعب إذن إذا كان هذا هو التصحيح إذن أعطني تصحيحاً واضحاً هنا أو يسعد قليلاً ثم أعطني تصحيحاً واضحاً هنا وسنبحث عن الصعوب وليس أن يبقى في التلت الأخير ليأتي الموجة وسنبحث عن الصعوب إلى أين ربما إلى القمة ربما إلى القمة وأكثر القمة وأكثر لكن كما قلت سأحاول استغلاله من السي ومع كسر القمة بريكيف وأتركه لأنني لا أعرف هل أتي الموجة ستكون متدبديبة أو ستكون قوية هل ستكون متدبديبة أو ستكون قوية لأنه لاحظوا الموجة جاء من أسفل هكذا إذا كانت متدبديبة هكذا قد يعود السعر ليعطيني هذا التصحيح لكل يأتي الموجة للصعوب الأخير أو قد تكون متدبديبة وتعطيني رانين متدبديبة تكسر القمة ثم تعود وتعطيني رانين للصعوب إذن ستكون متعبة هاتي الموجة إذا كانت متدبديبة أما إذا سعدت بقوة ثم سعدت ثم سعدت ثم سعدت على الشروط والشروط هي تصحيح وريد وتصحيح على الفريق أصغر 4 ساعات يكون واضح في هذه المنطقة يكون واضح في هذه المنطقة خليه يسعد قليلا ثم يعطينا تصحيح واضح للصعوب هذا كل ما أريد أن أرى لهذه العملة إلا في حالة واحدة إذا كان هذا النزول مع هذا النزول تقفيل رانين ويطير السعر في هذه الحالة إذا كان هذا هو الأمر يمكن محاولة استغلال هذه المنطقة يعني تصحيح هنا أي تصحيح هنا هكذا نبحث عن السعود مع كسر القمة break even وإذا كان هذا رانين سيطير السعر إذا كان هذا النموذج رانين سيطير السعر من هذا الموج سيطير إذا كان فقد تصحيح بوم مع كسر القمة break even وتركه أوكي إذا كان هذا هو تحليلي اليوم لهذه العملة القوية العملة الرقمية التي قد نتوقع أو قد تصعد بأكثر من 500% إذا أعداد اختبار القمة إذا استفدتم من هذا الدرس فاجروا لايك اضعوا تعليق تقوموا في الفيديو إذا أردتم احترافاتي الطريقة هذا هو العرض المناسب لن تجدوا أفضل من هذا العرض لاحترافي التدول رابط الاشتراك مثبت في تعليق هذا الفيديو والرابط وفي صندوق الواصل لهذا الفيديو كذلك والرابط بغط علي تواصل معي مباشرة على الخاصة الذي وجاوبك تبدأ رحليك نحو الخمسة من ربحين وتبدأ على الخمسة وتسعين بالمئة الخاسرين لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة التيك توك الجديدة هذا هو رابط سنبدأ قريبا إن شاء الله بوضع ترجمة نانسي قنقر وبركاته شكرا